لم يكن مصادفة أن يتجه الإرهابيون تابعين لتنظيم داعش والقاعدة ومختلف التوجهات المتطرفة صوب ليبيا بعد الهزائم المتتالية في بلاد الشام فليبيا كانت تعيش أوضاعا وفراغا أمنيا قبل ثورة الكرامة ما شجع على استخدام الإرهابيين وتجمعهم من كل حدب وصوب والذين يطمعون أن تكون بيت مال للمسلمين لدولتهم المزعومة تخوفات دول الجوار لليبيا من الانفلات الأمني في البلاد قبل انطلاق ثورة الكرامة أولا من حيث إمكانيات ليبيا المادية وثرواتها النفطية والطبيعية وموقع ليبيا الجغرافي حيث تقع في شمال إفريقيا وعلى جنوب البحر الأبيض المتوسط وتقع مصر على شرقها أما على غربها فهنالك الجزائر وفي شمالها الغربي ناجد تونس وتحد جنوب ليبيا دولة السودان وجمهوريتي تشاد والنيجر وبعد سقوض نظام السابق رسخت الميليشيات الإرهابية والإجرامية سلطتها بسبب افتقار السلطة الناشئة للقدرات الأمنية والعسكرية كما ساعدت طبيعة ليبيا ومساحتها الواسعة الإرهابيين المتشددين على خوض معارك الكر والفر في هجماتهم وانتقل الهاجس الأمني إلى الجزائر التي عمدت إلى نشر قوات حارس على حدودها مع ليبيا إثر هجوم نفذه جهاديون على منشاة عين إمنيس الحدودية في يناير عام 2013 أما مصر أشجار الكبرى الثانية بعد الجزائر فكانت تواجه أيضا مشكلة تتفق الإرهابيين والأسلحة المهربة من ليبيا كما أن المغرب يتخوف من تهريب الأسلحة نحو الجنوب تونس أيضا ليست بمنأة عن التداعيات الليبية فنزوح الليبيين بسبب الاشتباكات أرهق ميزانيتها واقتصادها الهش كما تأثرت سياحتها التي لم تتعافى كليا من تداعيات انهيار حكم بن علي وثورة الياسمين اعتبرت دول الجوار لليبيا أن ثورة الكرامة التي أطلقها الجيش الليبي بقيادة المشير خالف حفتر قبل ست سنوات بداية الحرب الحقيقية على الإرهاب وترصيخ دعائم الدولة وأن أمن ليبيا من أمن بلدانهم والتي شهدت أغلب دول الجوار عملية تدفق الإرهابيين إلى بلدانهم وتنفيذهم عمليات انتحارية ونقل الإرهابيين عبر الحدود البرية وأكدوا أن نجاح ثورة الكرامة في اشتذاث الإرهاب شرق وجنوب البلاد كان سببا في انطلاقها نحو العاصمة طرابلس لإحكام السيطرة على كامل تراب الوضن ومن ثم البدء في المشروعات السياسية والاقتصادية والتنموية اشتركوا في القناة